في العاصمة أبوظبي ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آلنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ مصور بن زايد آلنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في مستهل اجتماع مجلس الوزراء عن خلص التعازي للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزالة وقال سموه عطفا على توجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله تم توجيه فرق العمل كافة بمتابعة آثار الزلزال والتنسيق مع الدولتين الشقيقتين لتقديم كل أنواع العون وشهد سموه بنتائج التجارة الخارجية الإماراتية في عام 2022 إذ وصل لأكثر من 2.2 تريليون درهم محققة نموا بلغ 17% مؤكدا تجارتنا الخارجية بحمد الله في تسارع وعلاقاتنا الاقتصادية الدولية في نمو والإقبال الاستثماري والسياحي والعقاري على الدولة يحقق أرقاما غير مسبوقة وحكومة الإمارات ستبقى مستمرة في توفير أفضل بيئة لرجال الأعمال وأضاف سموه كما اعتمدنا اليوم الإطار الوطني للاستدامة البيئية بهدف الحفاظ المتكامل على النظم البيئية وضمان استدامة الموارد الطبيعية وأضاف سموه واعتمدنا اليوم القرارات التنفيذية لإنشاء الصندوق الوطني للفضاء واعتمدنا تكليف الجهات المختصة برفع دراسة عاجلة حول الطريقة المثرة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل شات تشيبي تي في العمل الحكومي ترجمة نانسي قنقر